موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة الصف الرابع العلمي وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيمياء والذي سيكون مخصصا حول حسابات المعادلة الكيميائية درست المعادلة الكيميائية في دروس سابقة وعرفنا أهميتها وعرفناها بأنها طريقة مختصرة لوصف التفاعل الكيميائي بدلالة الرموز والصيغ الكيميائية وضرورة موازنة المعادلة لإخضاحها إلى قانون فعل الكتلة والطاقة واللي نص على أن المادة لا تفنى ولا تخلق في التفاعل الاعتيادي إنما تتحول من شكل إلى آخر طبعا إجراء الموازنة يعتمد على كتابة المعادلة بشكلها الصحيح حتى نكتب معادلة بشكلها الصحيح لازم نعرف أنواع التفاعلات الكيميائية وإحنا درسنا تفاعلات الكيميائية بأنواحها المختلفة تفاعلات الاتحاد والتفكك والإزاحة الوحادية والإزاحة الثنائية وتفاعلات التعادل وهناك تفاعلات أخرى مثل تفاعلات الترسيب والأكسدة والاختزال وحقيقة تفاعلات الحامض مع القاعدة وكثير من أنواع التفاعلات تفاعلات تكوين المعقدات يعني أعداد مختلفة من أنواع التفاعلات ولكن إحنا ما يهمنا التفاعلات الأساسية وكيفية استنتاج النواتج من خلال المتفاعلات وكتابة المعادلة الكيميائية الصحيحة طبعا أنا أستطيع أنه أكتب معادلة كيميائية صحيحة ووازنها ومن خلال الموازنة وكتابة المعادلة أستثمرها في حسابات المعادلة الكيميائية ودرسنا أيضا أن من خلال المعادلة الكيميائية المتوازنة يمكن أن نعرف طبيعة المواد المتفاعلة وطبيعة المواد الناتجة من حيث الحالة الفيزيائية كذلك يمكن من خلال المعادلة الكيميائية المتوازنة معرفة نسبة عدد الجزئات الداخل والناتجة إذا كان التفاعل لجزيئات ومعرفة نسب الزرات ومعرفة كمية المواد المتفاعلة وكمية المواد الناتجة لغرامات وكذلك يمكن معرفة حجوم هذه المواد إذا كانت غازات ويمكن أيضا معرفة مولات المواد المتفاعلة ومولات المواد الناتجة إذن نستطيع من خلال المعادلة الكيميائية المتوازنة أنه نعرف كثير من الأشياء طبعا هناك أشياء ما تقدر تذكر ليها المعادلة الكيميائية المتوازنة مثل سرعة التفاعل الكيميائي ما تطينيها المعادلة الكيميائية المتوازنة مثل مسالك التفاعل ما تخبرني المعادلة الكيميائية المتوازنة عن المسالك أو الميكانيكية أو الآلية التي تمت بها التفاعل الكيميائي او ما تستطيع تخبرني عن سرعة التفاعل الكيميائي مثلا او رتبة التفاعل هذه كلها امور لا تستطيع ان تخبرني المعادلة الكيميائية المتوازنة ولكن فيما يخص بنسبة تكون المواد ونسبة ما ينتج منها من حيث الكتلة والمول والحجم يمكن انه تكون فائدة كبيرة من خلال دراسة حسابات المعادلة الكيميائية طبعا احنا في كل درس نستعرض اهم النقاط اللي توقفنا عدها احنا قلنا من اني اكتب المعادلة الكيميائية المتوازنة واعرف النسبة والتناسب لاي موضوع اختاريت فمثلا رصدنا تفاعل هابر تفاعل الامونيا وتكوين الغاز الامونيا من تفاعل النيتروجين الغاز مع الهيدروجين الغاز طبعا هذا التفاعل استطيع انه اعرف ان عدد جزيئات النيتروجين المشاركة مع عدد جزيئات الهيدروجين لتكوين جزيئات الامونيا هي كنسبة واحد نيتروجين وثلاثة هيدروجين لينطثين امونيا الان اي عدد جزيئات يعطاه استطيع ان استثمره من خلال هذه النسب واعرف اي معلومة بدلالة مادة من خلال مادة اخرى او لمادة من خلال مادة اخرى هذه حقيقة هذه المعلومات انا اقدر استثمرها بشكل صحيح واستنتجها وانه استطيع معرفة كل شيء عنها انا ما يمكن انه من خلال المعادلة ان اعرف كل شيء عن المواد ولكن اكو اشياء اساسية منها عدد جزيئات اللي اخذناه بالدرس السابق واللي تعرفنا على كيفية استثمار هذه المعلومات من خلال المعادلة الكيميائية المتوازنة طبعا نقدر ناخذ امثلة اخرى تفاعل الهيدروجين مع الكلور لتكوين غاز كلوريد الهيدروجين نقدر ناخذ تفاعل الهيدروجين والاكسجين لتكوين بخار الماء نقدر ناخذ امثلة كثيرة ومتعددة وعديدة ونستطيع انه نربطها بموضوعنا ايضا من الاشياء اللي مهمة انه انا اقدر اربط مادتين متفاعلة اقدر اربط مادتين ناتجة اقدر اربط متفاعلة مع ناتجة يعني هذا اي مادتين مشتركة في التفاعل انا استطيع انه اربطهم من خلال النسبة والتناسب اللي عندي بالنسبة لي عدد الجزيئات اللي احنا ذكرناها واللي اخذناها بشكل منفصل من خلال درس متكامل واستطعنا انه نوفى بشكل صحيح اليوم هناخذ نسبة المولات ناخذ تفاعل وناخذ نسبة المولات للمواد المشتركة في التفاعل ونقدر نربط هذا الموضوع نقدر نعرف المولات باشكال متعددة ومختلفة وهذا ايضا من الاشياء المهمة طبعا وحسابات المول تمول هي واحدة من ابسط وافضل الحسابات التي يمكن ان تجرى لانها شاملة يعني هنا يجي طالب يسأل ليش؟ ليش المول تمول افضل؟ لانه احنا لما نقول جزيئة هنا تحددنا فقط في الجزيئات لما نقول حجم غاز او حجوم تحددنا بالغازات لما يعني انما من استعمل طريقة المول اولا المول شامل للكل للذرات للجزيئات للعيونات للمحالة المائية للغازات لكل شيء استطيع ان استعمل المول ايضا الحسابات المول توصف بانها حسابات مبسطة على اعتبار ان المول يستعمل بكثرة وبالتالي اجراء الحسابات بالمول هي عملية مبسطة وشاملة ويمكن انه نجريها بسهولة وتطيني معلومات دقيقة من خلال حسابات النسبة المولية للمواد المشتركة في التفاعل او المواد الناتجة من التفاعل وحقيقة احنا حينما نتحدث وعندما نتحدث عن موضوع حسابات المعادلة الكيميائية نحن نبدأ ولا ننتهي لانه موضوع متشعب جدا ونقدر نربط بكل المواضيع وانا يمكن في نهاية الفصل راح اخذ نماذج لأسئلة اربط كل المواضيع بحسابات المعادلة وراح يصير فتشي كل شي نقدر نربطه في حسابات المعادلة لذلك هنا اهمية هذا الموضوع موضوع متشعب حيوي جامع لكل المواضيع اللي درسناها يدخل في كل تفاصيل المواضيع اللي درسناها واللي حندرسها هنا اهمية هذا الموضوع وحيويته وكيفية استثماره بالشكل الصحيح خلي نشاهد سويته شون نستثمر المواد تمول خلي نشاهد سويته خلال مثال احنا محضرين ونقدر من خلال هذا المثال نعرف نسبة المولات للمواد المتفاعلة ونسبة المولات للمواد الناتجة وشون نقدر نصيغ اكثر من سؤال بالنسبة لهذا الدرس خلي ناخذ طبعا المعادلة الكيميائية المتوازنة والعدد النسبي للمولات هذا المعادلة الكيميائية المتوازنة والعدد النسبة للمولات رح ناخذ مثال تفاعل هابر لتكوين غاز الأمونية اللي هو نيتروجين كغاز زائدا الهيدروجين كغاز ينطيني غاز الأمونية هذا تفاعل هابر لتكوين غاز الأمونية هنا شلو اللي عندي عندي مول بثلاث مولات مولين طبعا هاي نسبة مولية إذن عندي كل واحد مول من النيتروجين يتفاعل مع ثلاثة مول من الهيدروجين ينتج لي تو مول من الأمونية إذن النسبة واحد ثلاثة اثنيا واحد ثلاثة اثنيا أقدر أخذ أسئلة أقدر أربط كل هذه المواد في من خلال سألتي سؤال سؤال ما عدد مولات غاز الأمونية المتكونة في تفاعل هبر في تفاعل هبر والناتجة من تفاعل 0.5 مول من غاز النيتروجين زهن الآن أنا عندي تفاعل هبر رح أكتبه وراح أعرف النسبة والتناسب وراح أجد عدد المولات خلي أكتب التفاعل التفاعل هو هذا النيتروجين زائدا هذا الهيدروجين ينطيني الأمونية عندي مول وثلاث مولات وموليا مول هذا النسبة أنا عندي وعندي الأمونية اثنين اجد من طيني تفاعل 0.5 مول من غاز النيتروجين هذا هو النيتروجين 0.5 هذا اللي يكون واي نا طرفين في وسطين اثنين في 0.5 هنا واحد وهنا عندي واي اذن واي يساوي اثنين في 0.5 ويساوي واحد مول اذن اذن مولات غاز الأمونية المتكونة هي واحد مول واحد مول ايضا ايضا اخذ السؤال اخر هذا السؤال ما عدد ما عدد مولات الهيدروجين المتفاعلة مع 0.01 مول من غاز النيتروجين لتكوين غاز الأمونية في تفاعل هابر هنا عندي مولاعة الهيدروجين المتفاعلة مع 0.01 مول من غاز النيتروجين لتكوين غاز الأمونية في تفاعل هابر اول عمل يقوم بها اكتب المعادلة الكيميائية المتوازنة انتو زائد ثلاثة اشتو ينطيني 2NH3 اجي لي النسبة والتناسب انا عندي اريد مولاة الهيدروجين ومنطيني مولاة النيتروجين هذا النسبة واحد بثلاثة هنا عندي O point O واحد وهنا عندي Y طرفين في وسطين إذن Y يساوي ثلاثة في O point O واحد ويساوي ثلاثة بالمية O point O ثلاثة مول اوجدت عدد مولات الهيدروجين المتفاعلة مع عدد مولات النيتروجين هذه استطيع من خلال النسبة المولية من خلال النسبة المولية جه الآن أقدر أخذ أيضا ما بين الأمونية والهيدروجين ما بين الأمونية والهيدروجين لاحظ معي سؤال ما عدد مولات غاز الهيدروجين المتفاعلة مع غاز النيتروجين النيتروجين لتكوين O point O 2 مول من غاز الأمونية ما مع عدد مولات غاز الهيدروجين المتفاعلة مع غاز النيتروجين لتكوين O point 2 O 2 مول من غاز الأمونية أيضا بنفس الطريقة أول عملية قم بها أكتب التفاعل تفاعل هابر تفاعل الغازات هو النسبة المولية اللي عندي آني رايد مولات الهيدروجين الهيدروجين اجقد نسبته 3 مع غاز النيتروجين لتكوين O point O 2 من الأمونية هذا نسبته 2 هذا هو يريده إذن Y هذا O point O 2 إذن طرفين في وسطين إذن أستطيع أقول Y يساوي 3 في O point O 2 على 2 3 في O point O 2 إلى 2 هذا الثنين تختصر ويساوي O point O 3 مول وهذا هو عدد مولات الهيدروجين عدد مولات غاز H2 أيضا بنفس الكيفية أقدر أربط الأمونية بالنيتروجين النيتروجين بالهيدروجين الهيدروجين بالأمونية كلها أقدر أربطها وأقدر أحصل على معلومات صحيحة ودقيقة من خلال كتابة المعادلة الكيميائية المتوازنة إذن هذا موضوعنا هو شيء مرتبط بشيء آخر شيء مرتبط بشيء آخر خلينا أخذ سؤال آخر خلينا أخذ سؤال مثال آخر في خلية سؤال في خلية التحليل الكهربائي للماء للماء ما عدد مولات غاز الهيدروجين المتحررة من 0.0 0.0 8 مول من الماء إذن في خلية التحليل الكهربائي للماء معدد مولات غاز الهيدروجين المتحررة من 0.0 8 مول من الماء أكتب المعادلة معادلة التحلل الكهربائي للماء H2O ينطيني H2 زائد O2 هذا غاز هذا غاز وهذا لكود سائل أوازن هنا أضرب في اثنين هنا أضرب في اثنين هذه معادلة كيميائية متوازنة أستطيع من خلال معرفة عدد مولات الماء معرفة عدد مولات غاز الهيدروجين طبعاً هنا عندي اثنين مول هنا عند اثنين مول إذن هنا 0.08 هنا Y إذن 2Y وساوي اثنين في 0.08 على اثنين والنتيجة هي 0.08 مول من خلال مولات الماء عرفة مولات الهيدروجين وأيضاً أستطيع معرفة مولات الأوكسجين طبعاً مولات الأوكسجين راح تكون نصف هذه المولات وتساوي أوبوت أو 4 يعني النسبة 2 إلى 1 النسبة هي 2 إلى 1 وهكذا ناخذ سؤال آخر هذا السؤال أيضاً راح نستعرض النسبة المولية من خلال معرفة أحد المواد المشتركة في التفاعل نعرف معرفة مولات المادة الأخرى خلي ناخذ تفاعل شوية ناخذ تفاعل صعب حتى أنت كطالب تقدر تفهم كيفية حل السؤال السؤال ما عدد مولات غاز CO2 المتحررة من تفاعل 0.05 مول من البيوتان السائل من البيوتان أو من غاز البيوتان C4H10 من من غاز البيوتان C4H10 ما عدد مولات غاز CO2 المتحررة من تفاعل 0.5 مول من غاز البيوتان C4H10 لاحظوا لاحظوا شون راح نكتب المعادلة البيوتان من تفاعل O1 مع غاز الأكسجين مع غاز الأكسجين طبعاً هذا نقدر نصيغ المتحررة نتيجة احتراق 0.5 مول من غاز البيوتان طبعاً هذا البيوتان C4H10 زائد O2 ينطيني CO2 زائد H2O هنا عندي أربعة أضرب في أربعة هنا أضرب في خمسة هنا صار عندي أربعة ثمانية خمسة تلطعش تلطعش إلى ثنين إذن عندي هنا واحد مول وهنا عندي خمسة مول وهنا عندي أربعة من غاز CO2 هنا عندي O.5 هنا عندي Y إذن Y يساوي O.5 في أربعة ويساوي ثنين مول عدد مولات غاز CO2 المتحررة نتيجة احتراق O.5 مول من غاز البيوتان هي ثنيا مول لذلك أنه استطعنا أنه نكتب هذه المعادلة بشكل صحيح ونوازنها ومن خلال كتابة المعادلة والاعتماد على الرموز والصيغ الكيميائية الصحيحة وموازنتها بشكل صحيح استطعنا إجراء عملية الحسابات وعرفنا عدد مولات غاز CO2 المتحرر من احتراق O.5 مول من غاز البيوتان واجرين الحسابات بشكل صحيح وأيضا أستطيع معرفة المولات بالنسبة لـ H2O H2O Liquid أقدر الآن هذا H2O Liquid ليش؟ لأن عندي واحد O.5 أقدر هنا عندي رح يصير خمسة ليكون Z وأربط هاتين المادتين رح يصير طرفين وسطين رح يصير Z يساوي خمسة في O.5 خمس Z يساوي خمسة في O.5 ويساوي 2.5 مول وهكذا طبعا نحن نقدر نعرف نربط أي مادتين ونقدر نعرف مولاته وصلت إياكم أعزائي الطلبة إلى نهاية الدرسي لهذا اليوم بنهايته أشكركم على حسن الأصغار والمتابعة وأشكر جميع من رافقني من كادر في إنجاح درسنا لهذا اليوم شكركم مرة أخرى وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا